إذا الآن نبدأ نتكلم عن كيفية إتاحة نسخة محددة الخصاص يعني ناخذ الـ IDEA العامة قبل أن نبدأ ندخل في التطبيق العمل إتاحة النسخة من خلال تحديد الخصاص طبعاً هذا إختيار يعتبر إختيار جيد جداً وأكثر حماية من إتاحتها باستخدام التاريخ والوقت مثل ما ذكرنا إنه متاحة النسخة من خلال التاريخ والوقت ممكن إنه تستخدم بعض البرامجيات أو بعض الطرق مثلاً للغش في التاريخ والوقت وتغيير بعض الـ settings الخاصة في ضبط الإعدادات بطبيعة الحال وشوف إنه هي بالفعل إنه هذه تعتبر ثغرة وتستخدم كثيراً من قبل الـ hackers اللي يبدون يوفرون طبعاً للكراكات اعتماداً على النسخة يقوم بتثبيت نسخة تجريبية ثم على ذلك التلاعب وبعض الأمور للوصول إلى النسخة الكاملة بطبيعة الحال أما النسخة اللي هي طبعاً تكون محددة الخصائص ما قبل عملية التفعيل بطبيعة الحال فهذه يعني أبسط طبعاً أو الـ process معلتها العملية هي تعتبر أبسط من النسخة التجريبية فكله لك إنه عبارة عن كود تقوم بربطة عن طريق السيرفر على سبيل المثال ولتاحة عملية التفعيل احتماداً على الـ machine ID فهنانا كيف راح تكون عندنا العملية نفس الكلام إنه هذا الـ software معلتنا وإحنا نريد نقوم بحقنا وعمل implement لكود معين هذا الكود راح يقوم بعمل بوردر عليه وبالتالي يكون works depending on specific properties اعتماداً على خصائص محددة الـ process أيضاً كالتالي نقوم بضبط بعض الإعدادات يعني نفس الكلام اللي تكلمنا فيه في اعتماداً على التاريخ والوقت فإنت تريد تضبط بعض الإعدادات ولكن هذه الإعدادات ليست لها علاقة في التاريخ وليس لها علاقة في الوقت إنما دادات تحتمد على متغير واحد فقط هذا المتغير نقدر نقول عليه is active على سبيل المثال يعني هل إن الـ software منشط أو لا أوكي أو يمكن يكون أكثر من المتغير للأمان إنه تضع طبقة حماية أكبر فيمكن يعني تأخذ أكثر من المتغير ولما تتغير كل هذه المتغيرات أو ما إلى ذلك فيمكن أنه يعني يكون البرنامج مفاعل عندك أما كاليغارثم فرح تكون عندنا كالتالي إنه بداية المشروع الـ software مالتك هذا هو المتغير اللي تكلمنا عليه لهو is active هو إحنا أنا بفولي إن أنا أخذته is active معنى ذلك by default أول ما تثبت البرنامج أو النسخة المجانية نقدر نحتبرها من البرنامج أو by default هي النسخة بشكل عام النسخة بتبارك تمحدد خصائصها فأنت تحمل النسخة وتتيحها لليوزر يستخدمها طبيعي بكامل خصائصها ولكن تحدد بعض المميزات فيها فأوكي هو يستمر في عملية استخدامه فهذا المتغير اللي هو is active هذا يكون false يكون يعني غير منشط يعني false يعني هي النسخة غير مفاعلة وطبعا إذا كان false فهو if yes فأنت هنا تنطلق وبشكل مباشر ثم بعد ذلك تقوم بعملية تفعيلة يعني امرارة من خلال صفحة خاصة في عملية التفعيل لغرض تفعيلة by default لتحديد الخصاص هذا اللي هو يكون عندنا false بطبيعات الحال نعمل عالية check نقول is active equal to false إذا كان false إذن إحنا نعمل set على limits يعني نحدد الخصاص البرنامج غير مفاعل عندنا إذا كان false معنا ذلك البرنامج غير مفاعل إذن نعمل set على limits يعني نقوم بتحديد الخصاص نوقف بعض المميزات مثلا من خلال الاحتماد على هذا المتغير احتماد على هذا المتغير رح يكون public على مستوى الـ project بشكل عام طبعا هنا if not يعني إذا كان هذا true معنا ذلك ان يكون تينيو خلاص استمر إنه البرنامج هو pro هو نسخة كاملة فما تعمل set على limits طبعا هذه براسس جدا بسيطة وتنتهي بخطوات بسيطة جدا ورح نشوف أنه العملية نحن رح نبدأ نستخدم مثلا قاعدة بيانات ونستخدم machine ID اللي هو الـ ID الخاص في الكمبيوتر فما يستطيع أنه المستخدم مثلا يستخدم كود التفعيل على أكثر من جهاز فقط جهاز واحد فقط أنت تعطيها فيستطيع أنه يأكتف علي ونفس الوقت أنه أنت الـ Database أو السيرفر أو الـ API المرتبط على سبيل المثال Source Maltec أو Database هي موجودة عندك أنت تقدر أنه تعمل تعمل Control Panel على Serial Number Maltec على المفاتيح التفعيل وخلاصيها التحذفة لها اللي أنت تقوم في عملية عادة تنشيطة وعادة استخدامة وما إلى ذلك هذه العملية هذا العملية كFree Trial طبعا نسخة تجريبية عملية الـ Active Malte وعملية التفعيل تكون عندنا نفس الكلام إما Local أو Server وإذا كان Local فهذا يسبب لك مشاكل إيش هي المشاكل يعني يمكن أنه للـ User أنه يستخدم كود التفعيل على أكثر من كمبيوتر على أكثر من كمبيوتر فيما هذا كان التفعيل Local طبعا إلا في حالة واحدة فقط أنه المستخدم لما يقوم في توليد مفتاح التفعيل ويقوم بتوليده مثلا عن طريق خدمة على الأنترنت هذا الخدمة وهذه الويبسايت تقوم بأخذ المشين كود ماته يعني الـ ID الخاصة في الكمبيوتر فالكمبيوتر اللي كان مسجل علي واللي حصل على الكود فهو اللي يقدر يستخدمه فقط في هذا لغرض التفعيل حتى لو كان يعني أوفلاين بطبيعة الحال أما الطريقة الثانية هي الأنجح يعني وراح شوفها أنه هي أنه أنت تعمل إتصال على السيرفر على الداتابيس تقوم بالتشيك على الكود اللي أنت معطيه أو السيريال نمبر مفتاح التفعيل مع مفتاح التفعيل اللي موجود في الداتابيس في السيرفر وإذا كان متطابق فأنت تباشر في عملية التفعيل وكي ثم مع ذلك تقوم بحفظ المشين ID أيضا لهذا المفتاح حتى ما يقدر المستخدم أنه هو يثبت السافتوير ربما يعني من خصاص السافتوير أنه مثلا هذا المفتاح لكمبيوتر واحد فقط تقدر أنه تتيح طبعا مفتاح لأكثر من كمبيوتر نعم تقدر أنه تتيح من خلال التلاعب وبعض الإعدادات الخاصة في الداتابيس أو في السيرفر ومطابقتها إيش ومطابقتها مع الشفراء الشفراء شكرا لكم